في الهلفية الجديدة عرفت البشرية عدة امراض معضية كان اولها السارس عام 2002 و2003 وكان معدل الوفايات 39% من مجموع الاصابات وعدد المصابين بلغ 1568 اما عدد الوفايات فقط بلغت 615 شخصا وانتشر في ثلاث دول الف الوزة الطيور وكانت عام 2003 بمعدل وفاة 53% من مجموع الاصابات وعدد المصابين بلغ 861 اما عدد الوفايات فقط بلغت 455 وانتشرت في 17 دولة الف الوزة الخنازير كانت سنة 2009 و2010 وكان معدل الوفايات 0.2% من مجموع الاصابات وعدد الوفايات بلغت 1849 وقد انتشرت في 214 دولة اما عام 2012 فقد انتشرت متلازمة الشرق الاوسط التنفسية عبر 27 دولة وكانت معدل الوفايات قد بلغت 35.6% من مجموع الاصابات اما عدد المصابين فقد بلغت 2535 اصابة وبلغ عدد الوفايات 921 الف الوزة الطيور مرة اخرى عام 2013 وعام 2018 وكانت معدل الوفايات قد بلغت 39% من مجموع الاصابات التي بلغت 1568 وبخصوص الوفايات فقد سجلت 615 وفاة وانتشر في 3 دول لزواجها البشرية خلال نهاية 2019 وحتى الان فيروس كورونا المستجد الذي بلغ لحد انجاز هذا التقرير حوالي 3.4% من الوفايات من مجموع الاصابات التي تجاوزت 170 الف اصابة مؤكدة وست الاف وستمائة وخمسة وثمانين وفاة وكانت حالة الشفاء قد تجاوزت 77 الف حالة شفاء وانتشر حتى الان في 158 دولة اشتركوا في القناة